السلام عليكم ملعقة واحدة لو ضفتيها على اللحمة رح تدوب اللحمة بين دايكي دوابين قد ما كانت قاسية اليوم رح علمك على طريقتين اتنيناتون احلى من بعض بداية عندي هيد اللحمة متل ما شايفيني كتير 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 قاسية رح تدوب بين دايكي دوابين ليكوا مأسها هاللحمة شفتوا قد ما شدت علاها ما بقدر اني افصلها عن بعضها نهائيا يعني اليوم رح علمكم على هيدول الطريقتين بتمنى انكم تجربوهن واذا بتعرفون خبروني تحت بالكومنتات خلينا مباشر اول شي بسل اللحمة او بوضع اللحمة بالطنجرة مع المطيبات ورح فرجيكن شو رح اعمل بداية احباقي حطينا اللحمة متل ما شايفين بالطنجرة ورح باشر بوضع المطيبات عندي هون بصلة كبيرة متل ما شايفين رح نزل عليها مباشرة كمان الورق اللورة او ورق الغار رح اتعود قرفة متل ما شايفين كمان بدي نزل عليهم متل ما شايفين احباقي بزور الطمر بزور الطمر هاي دي طبعا اول طريقة بعد في عندي طريقة تانية بزور الطمر رح تخلي اللحمة تستوي بطريقة سريعة جدا ورح تدوب بين دايقون دوابان طريقة اكتر من رائعة انا جربتها واستفدت وفعلا كانت رهيبة ما اخدت معي وقت ابدا اللحمة عم بتدوب وفرت غاز ووفرت وقت فعلا كانت طريقة وكانت تجربة رائعة اذا بتعرفوا بوزور الطمر انو بيعمل هيك باللحمة خبروني بسرعة تحت بالكومنتات وكمان خبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو ومين خبركم على هيدا الفكرة كمان بالنسبة للفكرة التانية ملعقة واحدة لو ضفناها على اللحم كمان اللحمة رح تدوب بين دايقون دوابان كمان عندي لحمة قاسية متل ما شايفين رح حط عليها هيدا الملعقة السحرية يلي رح تدوب اللحمة دوابان اكت فيكن تختاروا الافضل لالكن وتعملوها جبت بيكنج باودر متل ما شايفين ووزعتهم على كل اللحمة الموجودة عندي وبشارت بيه فرق اللحمة بهيدا الشكل ومفروض نترك اللحمة ساعة ونرجع نسلقها بهيدا الوقت اللحمة رح تدفتت كل اياتا ورح تصير الدوب دوابان ورح تنسلق بطريقة سريعة فعلا افقار كتير مهمة لتوفير الوقت وكمان لحتى انه نسلق اللحمة بطريقة سريعة وما تضل اللحمة ابدا ابدا اسية هيدا متل ما شايفين بعد ما فاركتا واكيد بتنغسل اللحمة قبل السلق وهيدا اللحمة عم بتدوب دوابان بين دي عن جد شي رائع يعني فعلا متل ما شايفين يعني هيدا طريقة ليكوا دوابان دوابان لحمة دايبي على الاخر من دون تنجر الضغط ابدا بتقدروا تعملوا هيدا الطريقة احباقي لانه فعلا طريقة انا عجبتني ودايما عم بتتبعها بالنسبة لقالي انا اتبعت اول طريقة هي بزور الطمر دايما كل ما بدي اعمل لحمة عم حط بزور الطمر فانتو شوفوا اي الانسب لقالكن الفكرة التانية احباقي رح نعمل اليوم لحمة كتير كتير طيبة بالفرن عندي هون فتيلة لحمة فتيلة بيجي ناشف او استيك متل ما شايفين جبت خيط خاص للحم وباشرت بربط اللحمة بهيدا الشكل نحنا بنربط اللحم لستيك بهيدا الشكل كرمالة لعصارة ما تظهر من اللحمة كرمال هيك نحنا بنشدة قد ما فينا متل ما شايفين ربطت كل اياتا بهيدا الشكل متل ما شايفين بربطها كتير منحة او فيكن تطلبوا من اللحم انه يربطوا لكم اياها كمان بيصير الموضوع كتير سهل لالكن وهلأ صارت جاهزة رح جيب هلأ سكينة هيدي عم علمكم طريقة كتير مهمة لحتى وكتير هيك سهلة وسريعة ولذيذة جدا لحتى تعملوها على العيد جبت اللحمة وصرت اعمل فيها تشققات بهيدا الشكل رح اعملك كل اياتا تشققات لانه بدي حط بقلبها التوم قطع من التوم متل ما شايفين فصوص من التوم وكمان بدي حط بقلبها الفلايف للخضرة او فلايف لالوان اللي بتكون اياه انا اخترت الفلايف للحرة وفيكن تحطوا الحر الاخضر اذا بتحبوا اللحم تكون حر طبعا التوم والفلايف اللي رح يعطوها عصارة ورح تصير رطبة اكتر عندي هون بهار ابيض عندي توم عندي متل ما شايفينه القرفة عندي ملح وخل ابيض رح نزل كمان زيت الزيتون ورح نزل الخردل رح يعطونا نكهة للحم غير شكل غير شكل تقريبا نزلت ملعقة ونصف من الخردل وباشرت بالخلط بنخلطون كتير منيح بقلب بعض متل ما شايفين وهيدي الخلطة عندي صارت جاهزة هون متل ما شفته حطيت اللحم على ورقة زبدة وسانيتة ورق الامينيوم وباشرت بوضع الصوص اللي انا جهزته عكل اللحم بهيدا الشكل وكمان بدي باشر بوضع حبات البطاطا حطيت كمان الكوسة حطيت جزر حطيت بروكولي متل ما شايفينه كترت كمان لبروكولي كتير لانه رح تعطينا طعم غير شكل وحطيت بصل مقطع وقطعت تقريبا بصل كبير وعلى الكل عملت بهذه الشكل ورجعت جبت ليه متل ما شايفين وزعت الليه كله يتا وحطيت كمان ليه من فوق متل ما شايفين لحتى تعطيني عصارة لذيذة جدا على اللحمة وهلأ احبائي متل ما شايفين واكيد انا ملحت الخضرة كله يتا هلأ بدي سكر عليها بورقة زبدي بهيدا الشكل ودخلها على الفرن رح شاعل الفرن من تحت على درجة حرارة 200 لحتى تستوي كل اياتها وتقريبا بتاخد بالفرن شي ساعتين لانه وزنة تقريبا 2 كيلو مع المرأة بأحبائي من رائبة وحسب حجمة كمان وحسب كم كيلو هي بتقعد بالفرن متل ما شايفين وهوني ما شاء الله الرواقح بتشهي بتشهي الرواقح على جناب عندي بطاطا مسلوقة عندي زبدي حطيت ربع كوب من الحليب رح نزل عليهم الفلفل الابيض او بهار ابيض وفينا نستغني عنه نحط فلفل اسود نزلت الملح وهون انا عم بعمل البطاطا بيري بدنا نقدمها حد اللحمي ليستيك ورح نباشر بي طحن البطاطا كل اياتها كتير منيح لتصير عندي متل المرهم يعني ما بدي تكتلت فيها نهائيا متل ما شايفين وهون البطاطا بيري صارت جاهزة نفتص مالله غير شكل هون خلصوا عندي متل ما شايفين اللحمة خلصت ريحتها بتشهي القلب عن جد ريحة كتير كتير طيبة منصحكم انكم تعملوها على العيد متل ما شايفين هلأ رح باشر بيه شيالين هيدا الخيط لحتى كل اللي شفتوا العسارة كيف عم تظهر اذا انتبهتوا من داخل السقوب اللي انا عملتها مجرد ما اني عم بيكبس عليها عم يظهر مننا العسارة هلأ رح كلها افتلا لحتى شيل كل الخيط مننا لحمة دايبة متل ما شايفين يعني كلها عم تتشقف متل ما ملاحظين ما شاء الله ريحتها كتير طيبة عن جد وهون عندي صارت جاهزة لحتى قدمها شوفوا طريق التقديمة كيف حتكون عملت رز ابيض فلفلته حت طبعا بالزبدة او بالسمنة الموجودة عندكن قطعت اللحم ستيك متل ما شايفينه حطات الخضرة وحطات البطاطة بيري وهيدا صحنا غير شكل احباي هيدا كان فيديو اليوم شاء الله يكون عجبكن ما تنسو الشير إلى اللي قوة شكرا لكم